برافو فوك رازيفيتش هذا المدرب أتمنى مدربين السعوديين يأخذوا عنده دورات الاتحاد السعودي يخذوا هذا زي سيميوني في أتليتكو مدريد تنظيم الدفاعي هذا هنا فرصة لنا تخلوا مدربين السعوديين يتعلموا كيف تنظم الفريق دفاعيا وكيف تكتك المباراة شوف التغيير الذي يدرس اللي عمله في المباراة مش المباراة على كيفه المباراة فعلا الجانب البدني سيطر على المباراة شوفنا المباراة فنيا فوك مشاها كما يريد جينا في البلانتيات الجهد الغريب ترى الهبوط البدني لفريق الهلالي ترى شيء غريب حتى ضربات الترجيح مقادرين تشعروا المقادرين شوتوا شوفت اللعبين كلهم اتراموا في الأرض عضلات يعني الراحة يمكننا قبل المباراة أن الراحة فائدة الهلال يبدو أن الراحة دي كان فريق الهلالي كان يتفرجوا وكانوا ما يتدربوا كويس ما يحضروا مظبوط الجانب النفسي اللي تكلمنا عليه قبل المباراة كريديت كبير جدا لإدارة الفيحاء وهبوط كبير جدا في مستوى العدادة النفسي لفريق الهلالي واضح جدا نازلين مستهترين في المباراة ضامنين نفوزه في وقت بينما الفريق الآخر فعلا حاطف راسه أنه ممكن ليش لا ممكن ناخذ الكاس وحصلوا على الكاتي استاهلوا ما اليوم مبروك للمجمعة لهذا النادي الكبير الآن الفيحاء وكبير هو من زمان تاريخ صراحة عظيم شكرا لمن قدم لنا هذا الفريق شكرا سموه سيدي والعهد قدمت لنا الفرق اللي لا تقدر تقدر الآن وهارد لك للفريق الهلالي الهلال سيحقق الكثير بطوات لكن الفيحاء صعب جدا نحقق الكثير بطوات ففرحته كبير اليوم ترجمة نانسي قنقر